سنتين مضت على قرار المغرب منع التهريب المعيشي من داخل سبت المحتلة سنتين لم يقف خلالها المغرب مكتوف لاياذي إزاء ما خلفه القرار من تداعيات اجتماعية على مستوى مدن الشمال فبعد أن وضع حد لأنشطة التهريب التي كانت تمثل خسارة كبيرة للاقتصاد المغربي وصلت لأزيد من 8 مليارات درهم بادرت المملكة إلى خوض سباق مع الزمن لإنشاء منطقة اقتصادية كبرى بالفندق إلى جانب وحدات صناعية بتتوان والمضيق ومرتيل لامتصاص البطالة وسط منتهني ومنتهنات التهريب المعيشي خمسة عشرين سنونا كان نخدم في التوانة والحمد لله هذا بعد تحسنت الحالة دينا وبدأنا نحس بأننا إنسان وباشار ننضف الوقت ونعصف الوقت ونشوفوا ليدتنا وخدامين مزيان ومرتاحين بالله الحمد لله يعني الناس اللي استفدوا منها هم الناس اللي كانوا يديروا التهريب أغلبية ديالهم كانوا خصوصا الشباب ديال المنطقة استفدوا من هذه المنطقة الحمد لله اليوم أولاد المنطقة وجبروا فورا الشغل خصوصا في هذا الشطر الأول من هذه المنطقة وما زال هناك شطر ثاني باش يكون إن شاء الله في فرصة من شباب آخرين المنطقة والأجواء أخرى إن شاء الله وبعد عام ونصف فقط تمكن المغرب من إعادة بناء بناء هوية اقتصادية للفنيدق وتتوان والمضيق عبر تشييد منطقة للأنشطة الاقتصادية بغلاف مالي فاق المائتين مليون درهم واستقبال المجموعة الأولى من التجار المكون من 53 تاجرا على مساحة تفوق عشر هكتارات وتعتبر منطقة الأنشطة الاقتصادية التجارية الجديدة للفنيدق تجربة نموذجية فريدة من نوعها بالعالم وتقع فقط على بعد عشرين كيلومترا من ميناء طنجة المتوسط وتتوفر على بنيات تحتية وتجهيزات حديثة تحترم المعايير العالمية وتتكون من 76 مستودعا مزودا بجميع الوسائل والتجهيزات الأساسية للاشتغال ولم تتوقف الدينامية الاقتصادية الكبيرة الموجهة لمدن الشمال خلال العامين الأخيرين بعد قرار إغلاق المعبر الحدودي ترخال بل تواصلت التوجهات المغربية نحو المضي قدما في إحداث أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل بالمنطقة وإنشاء وحدات صناعية ساهمت في إحداث ما يناهز ألف منصب عمل قار ومباشر ولكن كما تشوفوا نحن نرى بدنا العمل دينا في هذه المنطقة وبدنا بواحد الوطيرة اللي قاعدين تدريجيين شوية شوية بحكم أن عنا شركة واحدة آخرى دينا كتدير نفس الخدمة نحن نحاولون نخدمون الناس دينا دي المنطقة بالخصوص اللي هم أولاد الفنيدق باش نحاولون ندير واحد باديل الناس اللي كان نفريد اللي كان مشي للستبتاق هاد المنطقة الاقتصادية بالفنيدق ضافت واحدة نوعية للمدينة الفنيدق والشابات المنينة في النطاق وعننا متياز في منطقة دي الميناء المتوسطي أننا السلعة دينا كتدكوز واحدة مرحلة جيدة ميسرة وممكن نتمنى أن نكون عند حسن الضان ديال السلطة المحلية ونشغلوا الشاباب ونخرجوا هذه المدينة من البيطة اللي كانت تعيشها وهكذا وبمدينة مرتيل اختار صاحب شركة متخصصة في تدوير النسيج إقامة وحدة صناعية لثتمين وتدوير النسيج والملابس المستعملة التي يتم استرادها من أوروبا والتي افتتحت قبل أزيد من عام وتشغل حاليا أزيد من خمسمائة وستين سيدة كانوا إلى وقت خريب يمتهن التهريب المعيشي من سبت المحتلة لا ما بغوش يرجعوا للتهريب يعني فضلي بقوا هنا يعني ما كرهوش الشركة تستعمرها كباد النجاح هذا ومقوا هنا من السورين خبعين من شها وكل حقوق دينا مضمونة الحمد للحسن من سبتها بزاف حسن من سبتها بألف دراجة يعني كنا نسمكار في صين كيباته في الزنقاء بالزافة الحاجات يعني هنا الحمد لله بالقوانين دينا يعني كانوا خدموا بلسينيس دينا القوانين تخلصوا على الولاد دينا الحمد لله مزيانين في هذه الساعة يعني الحمد لله قدرنا هذا الاستثمار هنا في المغرب والحمد لله هاد الناس اللي خدامين هنا يواخرهم حوالي خمسمائة دبا خمسمائة عاملة كاملين اللي كانوا خدمين في المعبار دي الباب سبتها هما صراحة كيحسبوا بوحد الراحة راحة احنا يدير المجهودة لانه اول حاجة هنا الجانب الانساني عندنا هو اكبر من الجانب المادي احنا كنقولوا الى اوفرنا لهم المصارف ديالهم والمصارف ديال المعمال والمصارف ديال السلعة وهذه انا الحمد لله راحة كنكونوا تحنا فرحانين واشطانين اشتركوا في القناة